مرحبا مشاهدي قناة الازرق في كل مكان إلى حلقة جديدة وخاصة من برنامج بعض الطبع اليوم نخصص الحديث حول الاتفاق الأخير الذي ورد من مصادر بعض وساطات دولية وإقليمية داخليا وخارجيا ومن بعض القوى السياسية والوطنيين في السودان لحل الأزمة السياسية الراهنة على حسب مصادر تم اجتماع عمس الأول بين كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركل عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك تمت في الاتماع تفاهمات لحل الأزمة السياسية الراهنة والآن يتم الترتيب لإعلان سياسي يتم فيه تشكيل الحكومة ومن قبلها عودت دكتور عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء لنقف حول هذا الموضوع أكثر معي عبر خط الهاتف الصحفي والمحلل السياسي الطاهر ساتي أهلا ومرحبا بك أستاذ الطاهر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية دعنا نقف على هذا الأمر الذي جرى من اتفاق بين رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركل عبد الفتاح البرهان نعم هذا الاتفاق هو سمرت جهد سوداني تكامل مع مبادرات إقليمية وتولية تم الاتفاق على كل نغاطة الخلاف التي تسببت في هذه الأزمة الكبيرة الحمد لله تم تجاوزها بل اتفاق على تسكيل حكومة ثقاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأن يقول للمجلس السيادة الدورة الإشرافي مع التزام بعدم تدقل المباشر في مهام الجهاد التنفيذي ثم الإسراع في إكمال حياة للسلطة وهي أهمها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والرئيس القضاء والنايب العام هذه الأجهزة ظلت مفقودة طوال الثلاث سنوات الماضية ورغم أهميتها ورغم دورها الرغادي ودورها في تحقيق العدالة وهي معسسات تقوم عليها أي دولة ولكنها ظلت غائبة أهم ما في هذه الاتفاقية هو وضع جدول زمني لاستكمال كل حياة للسلطة وهي هذه المعسسات التي تحدثت عنها الاتفاقية لم تلقي الحاضنة السياسية ولكن تم توسيع الحاضنة السياسية بحيث تشمل مع قوى الحرية والتغيير كل المقونات السياسية في السودان وكذلك دور للإدارات الأهلية والمقونات الاجتماعية والدينية في السودان يمكن نستطيع أن نقول أن هذا التحالف قد يكون هو الأوسع والأكبر في تاريخ السياسي السوداني وخاصة أن هناك قوى مؤسرة ذات قاعدة عريضة من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي نفضت يالها من ذات التحالف ودخلت في التحالف الجديد أو في الحاضنة السياسية الجديدة المزمع تشكيلها وبالتأكيد من هذه الحاضنة سوف يتم تأتيس أو تشكيل المجلس التشريعي أستاذ الآن قبل أن نذهب إلى المجلس التشريعي الآن يتم اتفاق سياسي بموجب المبادرة الوطنية الشاملة ما هي بلود هذه المبادرة وترمي إلى ماذا وهل هذه المبادرة أو الذين شاركوا في هذه المبادرة هم يمثلون الحاضنة السياسية الجديدة نعم هذا الاتفاق عالج كل قضايا الأزمة المرحلة السابقة منها استكمال حياة للسلطة ومنها حكومة طفاءات مستقلة ومنها إعادة هيكلة لجنة التفكيق وبناء الأجسام الأخرى التي تحقق العدالة منها استئنافات والدائرة القضائية وكذلك العمل على بناء جيش قومي موحد وكذلك أيضا تحدث الاتفاق عن ضمان انتغال السلطة إلى حقومة مدنية منتخبة في الموعد المحدث في البيانة يونيو 2023 وكذلك أيضا سوف يتم إعلان سياسي مشترك بين كل المكونات المدنية والمكونة العسكري هذا الاتفاق حقق الشراكة بشكل قوي وواضح وخاصة ذات الفترة السابقة لم تكن الطوط الطول والعرض والحدود ما بين المهام والسلطات لم تكن واضحة ولكن في هذا الاتفاق تم توضيح كل السلطات لكل الجهات وذلك أن الاتفاق يمكن أن نصبه بأنه استفاق شامل يحل كل مشاكل المرحلة الماضية وكذلك أيضا الدكتور أبد الله حمدوب هو لم يذهب لكي نقول أنه عايد لأن الاتفاق يقر بأن يواصل في عمله دون تعيين جديد لن يعلن عن تعيينه مرة أخرى لأنه لم يقال حسب الاتفاق ولكن الحكومة تم حلها يا سيد طاهر لكن هناك استثناءات مثلا حكومة الشركاء السلام لم استثناءهم القرار وبالتأكيد القرار الذي استثني شركاء السلام وهم وزراء بالتأكيد استثني رئيس الوزراء هذه كانت ممكن واحدة من النقاط تم تجاوزها وهي ليست نقطة جوهرية أو حاجة أساسية يعني معما حاجة أساسية في الاتفاق ولكن تم تجاوزها بالإبقاء على سيد رئيس الوزراء ولكن أهم ما فيه إن عودته ويعود مستقلا تماما من بلا أي قيود حسبية ليقود حكومة كفاءات مستقلة في المرحلة القادمة نعم الآن نحن في انتظار البيان الذي سيبث معنا على قناة للأزرق والصورة الآن حضور الدكتور عبدالله حمدوك وحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالين فريقه الركن عبدالفتاح البرهان وجلوسهم في المنصة في ترقب من الجميع وانتظار من الجميع لسماع الخطاب الذي ربما يدلي به أو سيدلي به الدكتور عبدالله حمدوك ومراسم التوقيع على هذا الاتفاق السياسي الجديد إحنا فقدنا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله والذين صبروا اهتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدين جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدين صدق الله العظيم حقا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وإن على ذلك لمن الشاهدين السيد رئيس مجلس السيادة الفريق هو الركن عبد الفتاح البرهان السادة أعضاء مجلس السيادة السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك السادة الحضور الكريم مع حفظ ألقابكم ومقاماتكم السامية والرفيعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحضور الكريم الآن ألغي على مسامعكم الاتفاق السياسي الذي سوف يتم توقعه عقب تلاوته مباشرة بإذنه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق سياسي استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددا لوحدة وأمن واستقرار البلاد ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة واستجعارا للمسؤوليات الوطنية عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا وتجنبا لانزلاق بلادنا نحو المجفول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة اتفقاء على الآتي أولا التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق ثانيا يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدى حزب المؤتمر الوطني المحلول ثالثا يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك اتفاقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنقراط رابعا أن يكون مجلس السيادة الانتقال مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة ثمانية من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي خامسا ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة سادسا إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية سابعا التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجنات للمحاكمة ثامنا تنفيذ اتفاق سلام جبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام تاسعا الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتتوالى اتباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة عاشرا ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري 11 يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة مع رفضها بالكوادر الموهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا 12 إطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين 13 العمل على بناء جيش قومي موحد 14 بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الفريق هو الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الدكتور عبد الله آدم حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الآن مع فقرة التوقيع على هذا الاتفاق شكرا شكرا الحضور الكريم الآن مع كلمة الدكتور عبد الله آدم حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم سيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي سيد نائب رئيس المجلس أعضاء المجلس قيادات العمل التنفيذي والشعبي والسياسي الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وشهداء الثورة ديسمبر المجيدة الذين أجعلوا هذا ممكن أنا ذاير أبدأ بأنه أقول هذا السودان محروس ومحمي وكل ما وصلنا لنقطة اللاعودة بنقدر كسودانين نرجع بلدنا في الإطار الصحيح أجمل ما تحقق بتاريخ السودان بعد الاستغلال عندما تداعينا وتوحدنا بهذه الوحدة أنجزنا أكتوبر 64 أبريل 85 وديسمبر 2018 أنا عندما قبلت تكليف رئيس الوزراء الانتغالي كنت أعلم تماما أن الطريق ليس محفوفا بالورود الطريق صعب ولا يسير في خاطر مستقيم محفوف بالمخاطر لكن مع توفر الإرادة والعمل المشترك نستطيع أن نمر ببلدنا لبر الأمان خلونا نتوحد كسودانين ونعاين مصلحة الوطن أنا لن أمل تكرار مقولة خلونا نتوافق على كيف يحكم السودان ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري يفتح الباب واسع لمعالجة كل قضايا الانتغال وتحدياته بكل تأكيد السنتين الفاتوا في هذه الشراكة أنجزنا فيها الكثير فكالعزة الدولية خروج السودان من غير من الدولة الراعي للإرهاب الاقتصاد السلام هذه إنجازات كبيرة جدا لكن تظل هناك تحديات كبيرة جدا بتواجهنا بالإرادة الموحدة نحن قادرين على تزليل فينا نمشي فيها مع بعض وأنا بوقع على هذا الاتفاق باهتدي بأربع أشياء أساسية الأول نحن دارين نحقن دماء السودانين أن عارف شبابنا عندهم القدرة على التضحي والصمود وتجديم الغالي والنفيس لكن الدم السوداني غالي خلينا نحقن هذا الدم ونوفر طاقات هذا الشباب للبناء والتعمير هذا الاتفاق يساعد على فك الاختناق نتمنى فك الاختناق الداخلي والخارجي ونستعيد مسار الانتقال لتحقيق ديمقراطية مستدامة في بلدنا أيضاً هذا الاتفاق يتيح إمكانية لأننا نقدر نحافظ على مكتسبات السنتين الماضيتين كان في السلام أو في الاقتصاد مسألة مهمة جداً لازم نخد نصب أعيننا باستمرار أيضاً هذا الاتفاق سوف يحصن التحول المدني الديمقراطي وده بيتم بإننا نقدر نوحد كل قوى شعبنا الحية للمحافظة على هذا البلد وبناء نظام ديمقراطي راسخ مستدام مرة أخرى شكراً جزيلاً أنا متأكد هذا الانجاز تم نتيجة لعمل ظل متواصل في خلال الديمي والدولي نشكر كل من ساهم في ذلك وأنا على استعداد في أننا نشتغل مع بعض عشان نمشي ببلدنا دي قدام شكراً جزيلاً لأن بلدنا تكون محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن مع كلمة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس المجلس الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة أحييكم أخوتي وأحبتي بكل بقاع السودان تحية تستحقونها وأنتم دوماً تضربون أروع الأمثال في التضحي وفي نكرى نزال لكم التحية وأنتم تقدسون ثورتكم لكم التحية وأنتم تدافعون عنها هذا الموقف الذي نقفه اليوم هو واحد من خطوط الدفاع عن الثورة ثورة ديسمبر المجيدة التحية لكل من قدم من أجل هذه الثورة التحية لكل الإخوة السودانيين الوطنيين الذين وقفوا معنا منذ نشوء أو منذ نشوء الخلافة الواضح بيننا وبين القوى السياسية نحن كنا عايشين في أزمة لفترة طويلة الحمد لله نفتكر أنه اليوم بالتوقيع على هذا العناء السياسي استطعنا أن نؤسس الأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيال الشعب السوداني في بداية التحول أو في بداية الانتفاضة الحدثت في أبريل 2019 نحن نشكر الجهد السوداني الخالص الذي قدمه كل أبنائنا كل إخواننا وكل أعمامنا فأنا نظل متوافقين نظل متحدين مهما حدث بيننا من خلاف تعودنا دائما أننا نحن كسودانيين نحي المشاكل نبرانا وهذا الحل وهذا الجهد قاموا به إخوة أعزاء ظلوا على سهر وعلى تواصل منذ فترة طويلة ليست بالجديدة ليس بعد يوم 25 لكن من قبل يوم 25 نحن لينا شهور كنا ندور في فلك كان بعض إخوتنا يزعون بيننا للتقارب والتواصل ومن بين الذين كانوا يزعون لهذا التواصل الآخر الدكتور عبدالله حمدوك سعى بكل جيد وبكل جيد وبإخلاص أن نصل إلى توافق ولكن لم نتمكن من رصيل إلى ذلك هذا الانسداد كما تلي في الوسيقة حتى ما علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وما سيتم في المستقبل حقيقة أنا بشكر الدكتور عبدالله حمدوك شكري خاص أنه هو ظل دائما في محل ثقتنا وظل دائما في محل تقديرنا واحترامنا نعلم حج التضحيات وحجم التنازلات التي قدمت من كل الأطراف حتى أننا نحقن دماء أبناء الشعب السوداني وحتى أننا نحن نحافظ على الفترة الانتقالية التي يحلم الشعب السوداني بأنها ستنقل هذه الدولة وستنقل الشعب السوداني إلى أمانيه وإحلامه في إقامة دولة الحرية والسلام والعدالة دحية خاصة للناس الذين كانوا مسهرين لأننا نحن يمكن خمسة أو ستة يوم في ناس بزل وجود كبير جدا في أننا نوصل لهذا الموقف أخص بالشكر أسمي حولي أن أشكر أخونا عبد الرحيم عبد الرحيم حمدان وإخوة كثر كان لهم الدور في أننا نحن نصل ونصل لتوافق ونفتكر أنه كفيل بأنه يؤسس لنا تأسيس حقيقي لإكمال فترة انتقالية بصورة توافقية نحن كما ذكر الأستاذ وكما مؤتلي عليكم لا نريد أن نقص أحد إلا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني نريد أن نؤسس شراكة حقيقية مع كل القوى القوى الوطنية حتى نستطيع أن نبني مؤسسات قادرة أنها تنقلنا وتأسس لنا للفترة المقبلة لكم التحية ولكم الشكر ونزأ الله ربا نتقبل كل الشهداء ونحن على عهدنا مع الشعب السوداني ومع كل الحادبين على مصلحته أن نستكمل المسار اللي بديناه ونصل في النهاية لانتخابات حرة نزيها ما فيها كنكشة زي ما الناس بيقولوا كلنا نسعى في أن المزألة تمشي بالطريقة الثالثة الآمنة المأمونة اللي بتخلين نحن عندنا حافظين مصداقيتنا للشعب السوداني وحافظين كلمتنا لشعب السوداني نكرر شكرنا ثاني لأخواننا البزل وهذا الجود وشكري خاص للدكتور عبدالله حمدوق ونحن نفتكر أنه هو أصلا ما كان بعيد مننا طيلة فترة التفاوض وأصلا الاتصال بيننا ما نقطع وظل صابر وصامد وصبر معنا وصمد معنا لغاية ما وصلنا لهذه اللحظة تحيتنا له وتحيتنا لكل الشعب السوداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن أشعلنا صباح الشرق من أحداقنا حتى أضاق أجرب من السماء وسغينا زهرة الآن من أشواقنا أسكى الدماء من قلوب الشهداء رب ربي رب ربي روادينا رب ربي روادينا وقصي ودورنا راح عهد الصلاة وقصي ودورنا عنا راضينا وقصي ودورنا عنا راضينا المتحدث من غير لأنه ذكار مرحب نحن أشعلنا صباح الشرق من أحداقنا حتى أضاق طيب ملع السماء وسغينا زخرة كل أشواق حرامنا أسكت دماغ أسكت دماغ من الغاب الشهداء موسيقى موسيقى ومشينا مشينا 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 لو تبض الصومة عن عمجادنا في الكبرياء في إباء ووفاين في الدرالي اليوم شاركينا عيادنا إن الزمان يعطيو للغناء رب ربي رب ربي يا ديور الكلام ورقصي يا ديور الكلام موسيقى